قامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن أعمال تشييد كبري دوار ألبا بإغلاق بعض المسارات داخل الدوار وتوفير مسارات بديلة بصورة مؤقتة ليتسنى البدء في أعمال إنشاء جسر علوي يأتي ذلك بتنسيق بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع الإدارة العامة للمرور في البدء بتحويل مروري يستمر لمدة سنة بحجم قوافل المركبات التي يشهدها دوار ألبا على اختلاف وجهة أصحابها تأتي الحاجة ملحة لتطاله يد التطوير حتى يقع ضمن خريطة المشاريع المنجزة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وفقا لفترة زمنية محددة فيكون ذلك في تحويل دوار ألبا إلى تقاطع من ثلاثة مستويات يتكون من تقاطع أرضي يدار بإشارات ضوئية وجسر علوي من ثلاثة مسارات في كل اتجاه تحويلات حاولنا أن نكون فيها أننا لا نغير الطاقة الاستعابية للدوار حافظنا على توفير ثلاث مسارات حول الدوار وأيضا أنشأنا شارع خارجي اللي نسميه شارع 15 على أساس أن المنطقة الصناعية ممكن تستخدمها كشارع خلفي بدل ما هي تستخدم شارع الباط سبقت المشروع أعمال تحضرية العمال التحضرية هي عبارة عن تحويل بعض الخدمات خارج حرم الطريق على أساس السنة للمقاول حرية عند إنشاء المشروع أيضا تكون المشروع من استملاك أكثر من 22 أرض على جانبين الشارع لتوسعة التقاطع وتنفيذ الجسور عليه طبعا المشروع يشمل تطوير تقاطع ألبا وأيضا تطوير تقاطع النويدرات جملة من الأسباب تقف بثبات خلف هذه النقلة النوعية المعنية بنسيابية الحركة المرورية على شارع جابر الأحمد الصباح بتقاطع دوار ألبا والنويدرات ليخدم عددا من المشاريع الإسكانية في المنطقة والإسهام في رفع مستوى السلامة المشروع طبعا هو في منطقة حيوية طبعا هو يخدم جميع المناطق الصناعية مثل ألبا وغيرها أيضا يخدم جميع منطقة مدينة عيسى والرفاع وعوالي والقراء مثل قريات الأكر والنويدرات والجزيرة السترة فهو يقع في منطقة حيوية طبعا المشروع بدأ تنفيذه في أقصدس 2015 طبعا هما يسير حسب البرنامج طبعا تكلفة المشروع كانت أكثر من 46 مليون دينار وضمن الخطة الممنهجة لتشييد كبر دوار ألبا تم غلق بعض المسارات داخل الدوار وتم توفر مسارات بديلة بصورة مؤقتة ليتسنى البدء في أعمال إنشاء جسر علوي بتنسيق الوزارة مع الإدارة العامة للمرور إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين